موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلو والله مسهلة حياكم الله بفيديو جديد معي أنا عبدالله الغفيص وهاتف متوسط برضو جديد اللي هو الشاومي ريدمي نوت 6 برو صراحة هذا الهاتف أعتبره منافس بقوة بهالمجال اللي هو مجال الهواتف المتوسطة و أعتبره واحد من أفضل الهواتف اللي جربتها من فئة الهواتف متوسطة المصفات خلال الفترة الماضية طبعا خلونا نبدأ ونشوف اللي هو فتح الصندوق بما أنه يهم كثير من الناس اللي تبغى تشتري الهواتف المتوسطة أول حاجة عندك الجهاز نفسه طبعا أنحطيت الجهاز هنا علشان نشوف بس المحتويات وبعد كذا في عندنا الكتيبات و الدبوس حق الشريحة و كذلك الكفر اللي هو كفر السيليكون الشفاف و أخيرا في عندنا الفيش حق الشحن و كذلك في عندنا الكيبل و طبعا ما فيه سماعات للهدفون فهذه الآن هي محتويات الجهاز خلنا نرجع للهاتف و أعطيك إيش الحاجات اللي أعجبتني بالريدمي نوت 6 برو بعد الاستخدام أول أمر وهو البطارية عندنا هنا بطارية ب 4000 مليمبير و على هاتف متوسط و شاشة دقتها Full HD Plus فالأداء ممتاز و بيستمر معاك يوم ونصف براحة إذا كان استخدامك متوسط كذلك الشاشة الكبيرة فعندنا الآن 6.2 إنش وهي شاشة عرض كاملة مع النتوء الموجود بالأعلى لكن لو بنتكلم عن الدقة والألوان فالشاشة IBS LCD و دقتها يعني أشوفها ممتازة و دقتها Full HD Plus مع طبقة حماية كوريلا غلاس غير معروف إصدارها و بشكل عام الشاشة مقبولة على هذا الهاتف كذلك الكاميرا في عندنا أربع كاميرات اللي هي كاميرتين بالخلف و كاميرتين بالأمام و ريدمي نوت 6 برو متميز بالكاميرا الأمامية اللي هي كاميرا السيلفي فدقتها أعلى وهي 20 زائد 2 ميجابيكسل و نتائجها ممتازة أما الكاميرا الخلفية فهي 12 زائد 5 ميجابيكسل مع Flash LED الثناعي كذلك في عندنا مواصفات ممتازة للهاتف و طبعا فيه اللي هو أشعة الAR و في عندنا الFM راديو و البلوتوث 5.0 و منفذ 3.5 للصوت و كذلك حساس البصمة اللي موجود بالخلف سريع جدا طبعا المعالج هو Qualcomm Snapdragon 636 و النسخة اللي معاي الآن اللي هي نسخة 64 زائد 4 جيجابايت للرام في نسخة ثانية تجي 32 للذاكرة الداخلية مع 3 جيجابايت للرام و أخيرا موضوع السعر على مواصفات الهاتف فهو متوفر بـ 800 ريال تقريبا ما يعادل 213 دولار طبعا هذه الحاجات اللي أعجبتني بالهاتف الآن خلونا ننتقل للأمور اللي ما أعجبتني بعد الاستخدام أول حاجة منفذ الشحن واللي هو Micro USB صراحة من نيت لو أنه يكون USB-C وهذا العيب يعني شفناه كثير بحوت في الفئة المتوسطة لكن هنا مع البطارية 4000 يعني عانيت من موضوع الشحن يعني شحن بطارية الهاتف صراحة بطيء مع هذا المنفذ لو كان في USB-C أكيد الشحن بيكون سريع و بتكون يعني شحن البطارية أفضل من الوضع الحالي و كذلك عدم توفر سعة تخزين أعلى من 64 جيجابايت اللي هي سعة تخزين داخلية صحيح في عندنا ذاكرة خارجية لكن تمنيت لو كان فيه 128 جيجابايت على الأقل كذلك أداء الكاميرا الخلفية ما كان ممتاز و أتمنى أنه فيه تحديثات قادمة تحسم من المعالجة خاصة للصور الليلية و أخيرا عند الموضوع التصميم تمنيت لو يعني اتغير فصراحة من فترة طويلة و سننشوف هذا التصميم بهواتف يعني الريدمي نوت أو الريدمي بشكل عام من شاومي فهذا كان استعراضي السريع للهاتف فأتمنى أن هذا الفيديو أفادكم و كالعادة شاركوني رأيكم بالتعليقات ولا تنسوني اشتراك و لايك وتفعيل زر التنبيهات فأشوفكم في فيديو جاي والسلام عليكم